اشتركوا في القناة وقادة دول العالم وعدد كبير من وزراء الطاقة والمسؤولين عن قطاع الطاقة بدول مجلس التعاون والدول العربية وصناع القرار وشمل الحفل أيضا وأوضح الدكتور ميرزا أن ملتقى أبو ظبي للاستدامة يناقش أكبر التحديات في استدامة الطاقة ويستعرض أحدث التطورات في قطاعات الطاقات المتجددة وآخر استراتيجيات الدول لاحتضان مصادر الطاقة المتجددة وقال الوزير أن ملتقى أبو ظبي للاستدامة يأتي كخطوة مساندة ومكملة لجهود قمة المناخ لمؤتمر باريس ومراكش وما قبل ذلك من الالتزامات الوطنية والدولية المتضمنة في وثيقة باريس لحماية البيئة كما أردف الوزير أن النقاشات في هذا الملتقى اجتملت أيضا على طرق التمويل المتاحة لخيارات الطاقة المتجددة وفي هذا الإطار فقد أشار الوزير إلى أن هذه المخرجات سوف تعود بالنفع على مملكة البحرين وخاصة في جهود الحكومة الموقرة لاستدامة الطاقة ومتابعات أعمال وحدة الطاقة المستدامة وخطواتها المتتابعة لإصدار التشريعات المطلوبة التي يراد بها توسعة خيارات الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها في إجمالية الإنتاج من السعارة الكهربائية وتشجيع الأفراد والمؤسسات للاستثمار في هذا المجال يشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد على النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على فوز مملكة البحرين ومدرسة بيان بجائزة الشيخ زايد وهذه كانت من أمنياتنا في السابق لقد حضرنا هذه الجائزة عدة سنوات في السابق والبحرين تفتخر اليوم أنها فازت بهذه الجائزة والبحرين هي أول دولة خليجية تفوز بهذه الجائزة كان موضوع العرض الذي قدمه مملكة البحرين مدرسة البيان هو الإسدامة وتتكون مشروعهم من الاستفادة من الطاقة المتجددة والتدوير وتدوير المخلفات فكانت من أحسن الأروض التي قدمت